بسم الله الرحمن الرحيم شابتر واحد المادة والقياسات ودي المحاضرة التانية وعنوانها مطر المادة زي ما قلنا ان علم الكيميا هو العلم اللي بيبحث في خواص properties, composition and structure of matter هو العلم اللي بيبحث في خواص وتركيب المادة وكذلك اللي بيبحث في physical and chemical changes undergoes, اللي بيبحث كمان في التغيرات الفيزيائية والكيميائية اللي بتتعرض للمادة, وبيبحث كمان in the energy liberated or absorbed during these changes بيبحث كمان في كمية الطاقة اللي بتمتص او بتتصاعد نتيجة التغيرات الكيميائية اللي بتحصل في المادة وبناء عليه احنا لازم نعرف يعني ايه كلمة مادة كلمة مادة is anything that occupies space and has mass هي اي جزء بيحتل لمساحة من الكون وعنده كتلة زي ايه؟ امثلة كتير جدا حوالينا امثلة للمطر للمادة زي ايه؟ زي الكراسي اللي احنا عادينا عليها chairs زي الجزولين اللي بنحطه في السيارة زي الملابس اللي احنا لابسينها زي البطريات زي البترز زي البيبل الناس الaires الكرة الارضية دي تعتبر مادة وهكذا طيب العلمة جوم قسموا المادة الى ثلاث حالات رئيسية وسموا ده state of matter حالات المادة السلاسة الحالة الاولى هي الحالة الصلبة السولدز والسولدز او المواد الصلبة بيبقى ليها شكل سابت وحجم سابت fixed volume and fixed shape الحالة التانية من حالات المادة هي liquids السوائل والمادة السائلة بيبقى ليها حجم سابت معروف ولكن ملهاش شكل سابت هي بتاخد شكل الاناء اللي بيحتويها الحالة التالتة من حالات المادة الغاز الغاز والغاز لا ليه شكل سابت ولا ليه حجم سابت لان احنا نقدر نضغطه في استوانات مثلا وبياخد شكل الاستوانات دي طيب العلمة جوم قسموا classification of matter تقسيم المادة للشكل اللي احنا شايفينه ده المادة بتتقسم الى فرعين رئيسيين المادة بتتقسم الى مادة نقية او الى مخلوط mixture والمادة النقية بترجع تتقسم تاني الى عنصر نقي والى compound والى مركب اما المخلوط فبيتقسم الى مخلوط متجانس homogenous mixture ومخلوط غير متجانس الheterogeneous mixture ولو جملت معلش're جملت بشكل كبه ؟ جملت مركب ؟ الهيديو garbage قلن او اشتركوا في القناة